خلال مؤتمر دولي يُعنى بحقوق العمال الوافدين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافة كوريا الجنوبية استضافته كوريا الجنوبية أشهد رئيس تحرير قسم الأخبار في جريدة البحرين ديلي تريبيون الناطق باللغة الإنجليزية ورئيس جمعية الشبان المسيحية المسجلة في البحرين أشهدها بمستوى التعايش واحترام الأديان الأخرى وحقوق الإنسان والعمال في البحرين وأوضح سيد سومان بيبي أمام الاجتماع الذي انعقد ببقار مجلس الكنائس العالمي في مدينة بوسان الكوريا الجنوبية بحضور دولي حاشد أن البحرين قد أبدت التزامها القاطع وبشكل مستمر في حماية حقوق العمال الوافدين منوها بأن المملكة هي الدولة الأولى والوحيدة في الخليج العربي التي قامت رسميا بتسجيل جمعية لعماية العمالة الوافدة تقوم بتوفير المأوى للعاملات اللائية تعرضن للعنف بمن فيهن خدم المنازل وتقديم المساند القانوني اللازم لهن بمجب قانون العمل الجديد يذكر أن الاجتماع الذي يعقد كل سبعة أعوام وعلى مدار عشرة أيام نقش عددا من القضايا التي تواجهها البشرية وعلى رأسها حقوق الإنسان الفقر البيئة والعنف واحترام الأديان شارك فيه نحو سبعة ألاف وفد رسمي من مؤسسات المجتمع المدني الدولية ترجمة نانسي قنقر